من واشنطن رحب بزميلي رامي جابر مرسل القاهرة الإخبارية من هناك رامي كيف يمكن قراءة هذه التصريحات لسفيرة الأمريكية في القاهرة داخل واشنطن مرحبا ياسر هذه التصريحات التي أدلت بها السفيرة الأمريكية في القاهرة هي تجسيد للسياسة الأمريكية الحالية والنظرة الأمريكية للدورة المصري في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط مع هذه الإدارة ولكن ربما منذ سبعينيات القرن الماضي الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط باعتبارها تحمل مفاتيح لحلول مشاكل معظم قضايا المنطقة ولا سيما أصراع الفلسطيني الإسرائيلي تصريحات السفيرة الأمريكية هي إعادة وتكرار لتصريحات كثيرة وردت على اللسان مسؤولين أمريكيين لطالما ثمنوا الدورة المصري في هذه الإدارة الحالية على الأقل سأذكر بعض الأمثلة بداية من الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تحدث في حوار لشبكة سي ان ان منذ عدة أيام والذي كان قد أعلن فيه تعليق شحنة الأسلحة المتجهة لإسرائيل قال فيه إن إسرائيل تقدمت إلى الحدود حيث معبر رفح وأن ذلك قد يسبب بعض المشاكل فيما يتعلق بمصر ونحن وهنا الكلام لبايدن حارصونا على علاقاتنا مع مصر بسبب ما تبديه من تعاون ومساعدة في هذا الملف هذا واحد على أمر الثاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعندما كانت مفاوضات الهدنة جارية في القاهرة أو مفاوضات العمل على الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة جارية في القاهرة قدمت مصر مقترحات وصفها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بأنها مقترحات قوية وثمن الجهود المصرية خلال مكالمة هاتفية في الحقيقة أكثر من مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري ثمن الدورة المصري في مفاوضات الهدنة كما ثمن الدورة المصري في عمليات تدفق المساعدات ودخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح معظم المسؤولين الأمريكيين في الحقيقة يتحدثون عن الدورة المصري ويثمنونه في كل خطوات هذه الأزمة بدءا من مساعي مصر في محاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار في مساعيها لجمع وإدخال المساعدات إلى غزة وفي مساعيها حتى في مرحلة ما بعد الحرب في غزة وحل الدولتين الولايات المتحدة بوجهة النظر الرسمية تعلم جيدا دور مصر وتعول عليه وتثمن هذا الدور رامي تصرحات السفيرة الأمريكية في معظمها تتحدث عن أهمية الشراكة المصرية الأمريكية وتربط هذه الشراكة دوما بمسألة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط السلام في منطقة الشرق الأوسط أن هذه الشراكة لا غنى عنها كيف فعلا كما أشرت أنت في نماذج من تصرحات المسؤولين الأمريكيين تنعكس هذه الإشارات على طبيعة السياسة أو طبيعة التعامل الأمريكي المصري في قضايا مختلفة ولعل من آخرها ما يدور الآن في قطاع غزة يعني الولايات المتحدة تعلم جيدا ما الذي تمثله مصر لهذه المنطقة وما الذي تمثله مصر بالأخص لهذا الملف بالتحديد ملف الأصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصر دولة جوار مع إسرائيل ومصر دولة جوار أيضا مع غزة ومصر من أوائل الدول العربية التي توجهت إلى معاهدة السلام مع إسرائيل كل ذلك يضع مصر في منزلة خاصة مصر هي الأكثر علما بهذا الملف وهي أكثر دولة لديها معلومات ولديها الخبرة وعلى مدار العصور والعهود والإدارات المصرية المتعاقبة والإدارات الإسرائيلية وحتى الإدارات الفلسطينية أيضا سواء في السلطة أو في مدموعات فصائل المقاومة مصر على دراية بكل ذلك وكانت دائما على تواصل مع كل هؤلاء في مختلف الظروف وإذا صعدت توتر إذا قلت توتر خلال جولات محاولات صناعة السلام التي جرت في مدريد وأوسلو وغيرها مصر دائما كانت حاضرة في كل هذه الأحداث الكبيرة بشكل أو بآخر المسألة ليست ما يحدث اليوم فقط المسألة أنها وراء كل ذلك هناك تاريخ والإدارة الأمريكية الحالية تعلم هذا التاريخ وتعول عليه كثيرا من واشنطن العاصمة رمي جبر مرسل القيارات الإخبارية أشكرك شكرا جزيلا